اليوم نتكلم عن نوع من الغنام اللي هو السواكني هذا النوع يتم استراده من السودان واثيوبيا والدول اللي تستورد هذا النوع من الغنام هي السعودية والامارات ومصر السواكني دونه بني ويجي منه ألوان ثانية بس قليلة بعض أنواع السواكني تشوفه تقل ثوره تقل عجله ما شاء الله بعضهم كبار أحجامه كبيرة يجي بعض الخرفان اللي هو السواكني تشفته تقل عجله ما شاء الله تقل ثور ما شاء الله من حجمه وكبره هذا يعني يعتبر من النواع المميزة بالسواكني دائما المتواجد بالسواق اللون البني أو نقول الأحمر الرجول الطويلة قليل الشحم يقولون قليل الشحم صوفه قليل لكنه ناعم السواكني اللي يقومون ويستوردونه من بره ويربونه بتربية عندهم هنا لمدة عدة شهر فيصيل لحمه غير لحمه لما يكون مستورد يتغير لحمه يمدحون لحمه يكون لحمه زين وخاصة الجذع والثني يمدحون الجذع والثني بطيبة اللحم وقلة الشحم وبعدين السواكني أسعاره جيدة بالأسواق يباع بأسعار جيدة فأكثر الناس يعني ما تذوق السواكني فالناس مركزين على أنواع من الأغنام الأخرى لكن زي ما قلنا أنه السواكني يختلف لحمه ولذاذته إذا كان مربى هنا إذا مربيته هنا عدة أشهر بعدين يتغير اللي هو طعم اللحم فيه فكثير من الدول المجاورة تستورد هذا النوع زي ما قلنا من السودان وثيوبيا وسميها ليش سميها السواكني لأنه من منطقة بالسودان اسمها سواكن منطقة اسمها سواكن بالسودان فسمي هذا الاسم على هالمنطقة اللي يتكاثر فيه هذا النوع ويتمون فيه إخواننا السودانية هناك بتربيته لأنه يعتبر من النوع المنتشر في السودان ويهتمون فيه هذا السودان بشراءه وذبحه بالمناسبات فالسواكني نشوفه الآن بالأسواق قليل يعني جلبه للأسواق قليل نادر يعني تلقى لك سيارة سيارتين فيها سواكن فأكثر الناس اللي يجيبونه يجيبونه هنا يربيه أول وبعدين يعرضه بالأسواق لكن لما تجيبه وتربيه وتعرفه وتتعب عليه المربي يعني يكون أنه ما جاب السعر اللي تعب عليه واستورده وعلفه وكذا فهذا اللي يخليه والناس الآن أنهم يعرفون أن العملية هذه مكلفة والناس ما اتجهت إلى هذا النوع من الأغنام حتى أنه يكون بارز بالأسواق وله طلب كثير بالأسواق على أنه شكله كبير تشوفه ما شاء الله وحجمه أحجامه كبيرة لما تشوفه بالأسواق وقلنا زي ما قلنا شحمه قليل ولحمه حسب التربية إذا زي ما قلنا حسب التربية إذا ربيته هنا وعلفته تعليف صح بيعطيك لداذة في اللحم وكمية من اللحم وقلة في الشحوم ما عدي يعني الناس أنهما الآن يعني من حزين عن كثرة استراده وكثرة تربيته حتى يكون هناك كمية كبيرة بالأسواق تعرض من هذا النوع اللي هو السواخني النوع الأحمر الداكن فقليل المربين اللي يهتمون بهذا النوع من الأغنام لكن في مصر تشوف كميات كبيرة منه في مصر فيه كميات كبيرة يتداول بالأسواق والأمارات برضه فيه كميات كبيرة يتداول بالأسواق هل مثل أن المنطقتين دولي أنهم استخدامهم لهذا النوع من الأغنام هل مثل أنهم لقوبه جدوى أو لقوبه مثل طعم في لحمه أو في كثرة لحمه هو يعني كمية اللحمة اللي فيه لما يصير مثل جذع واللاثيني تطلع من يمكن 30 إلى 45 كيلو بالنسبة للوزن حسب حسب التربية وحسب الأعلاف اللي يأكلها واهتمام المربي فيه فهو يعطي لحم زي ما قلنا حسب ما تديه من خدمة يعطيكه وهي كل الأغنام الصراحة هذا الأسلوب لازم يكون يعني موجود في كل الأغنام عطها وتعطيك إذا عطيتها أطك أطك حليب وعطك مواليد وعطك لحوم وعطك شيء بس لا تبخل عليها تاعد على أن تكون هذه الأغنام تربيتها طريقة بطريقة سليمة وتكون أوزانها عالية وتكون لحمها لذيذ فهذا يعني أنه أسلوب عام لجميع الأغنام أنك تدور التعليف والأشياء الصح التي تخدم هذا المجال من الأغنام لكن هو الأفضل دائما الذي أن تكون الأغنام أنها تسرح برا وتاكن من الأزهار والشجيرات التي تطلع بل بر هذا يعتبر هو الغذاء الذي يساعد على كبر حجم الخروف أو كثرة اللحم فيه والشحوم فالسواكني الناس أكثرهم المربين عندنا هنا يعني ما تجهوله ما أدري وش السبب أنه ما تجهوله هل مثل أنه متعب بالتربية هل مثل تداوله بالأسواق على أنه ممكن يكون أسعار بل الاستيراد يكون تكون رخيصة لما تستورده بكميات من مصدره مثل من السودان أو أثيوبيا فتكون أسعاره قليلة لكنه لما تجيبه يكون يحتاج إلى عناية كاملة من تطعيمات ومن تعليف جيد ومن متابعة لفترة معينة وبعدين يعرض برسواق فتغير حالته إلى الأحسن بس إنه هذه العملية يعني متعبة إن الواحد يستورد وبيعاد يصبر يعلف وزين ويعالج وداء ومن بعدين يسوق لكن الناس يشوفون الأسهل يعني من الأغنام الموجودة الآن وتكون معلفة وتكون مطاعمة وكل شيء إنه يشتريها وبعدين يبيع انتاجه أو يكسبه خلال فترة بسيطة لهذا النوع من الأغنام اللي هو السواكني لأنه يحتاج إلى تصدير وهذه الأغنام الباقي هذه موجودة عندك بنفس المنطقة لجميع التوفيق